اهلا اهلا يا حلوين ازايكم? يا رب تكونوا كويسين وصفتنا النهاردة فراخ بطريقة جديدة من الاخر هتعتمديها طول رمضان هتشرفك في رمضان لزوم العزمات هيكون لها طعم ومميز جدا بفضل التوابل هضفها على البطاطس هيطلع منها صصي جنن بس قبل ما نشوف الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهات الجديدة نصلي على الحبيب ونبدأ الوصفة في بولة فضية هنزل عليها بطوم مفروم حوالي 3 او 4 طومات مفرومين وبعد كده هنزل عليها بتلات معالق كبار من الزيت وفوقهم معلقتين تقريبا معلقتين كبار من الخل وهنا هستخدم بهارات الفراخ باب الشام ممكن انك تستخدمي اي بهارات عندك هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من البهارات بتاعة الفراخ او ممكن تستخدمي السبع بهارات معلقة كبيرة مليانة من البابريكا نص معلقة كبيرة من القركم وملحة حسب رغبتك هضيف عليهم نص معلقة كبيرة من الفلفل الاسود المطحون وبعد كده معلقتين كبار من معجون الطماطم اي نوع معجون طماطم عندك حتى لو انت عاملا في البيت هنا هستخدم دبس الرمان انا باستخدم النوع ده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من دبس الرمان هنزل عليهم بقوب من الماء وقلبهم كويس قوي هزيت شوية في التقليب علشان انا عايزة معجون الطماطم ودبس الرمان اللي حطيتهم يدوبوا كويس قوي مع باقي التوابل اللي عملتها ومع اضافة الماء اللي انا اضفتها ليه هنجي هنا ده جاكة كاملة هنزل بيها دعكتها كويس قوي مع الخلطة اللي انا كنت عاملاها دي اتشربت منها كويس قوي وبعد كده ما تشربت من السائل ده هبدأ ان انا رصها في الصينية ممكن تحطيها في الصينية على طول وممكن انك تفرش ورقة زبدة انت وراحتك هنزل على باقي الخلطة اللي فضلت معايا بمكعبات من البطاطس المكعبات دي حوالي بطاطسيتين كبارة ومعايا هم بصلايا كبيرة متقطعة جوانح كده زي ما احنا شايفين وكمان عدد اتنين طماطم متقطعة مكعبات هنزل عليهم كلهم وفوقهم رشتين كده من الملح وحاول ان انا اقلبهم كلهم مع بعض انا عايزة البطاطس والطماطم والبصل يتشربوا كويس قوي من السوائل اللي فضلت معايا من تدبيلة الفراخ هتدي طعم رائع بعد ما اتشرب الخضار كويس قوي من السائل اللي فضل معايا هنزل بي فوق الفراخ وحاول ان انا افرقه كويس قوي في الصينية كلها واسد اي فراغ موجود بقت بالشكل اللي انتو شايفينه ده هاجيب ورقة من الزبدة على قد الصينية وفوقها ورقة من الفويل او القصدير او الالمونيوم واغطي بيهم الصينية كويس قوي علشان ما يبقاش فيه اي منفذ من الهوى علشان تستوي كويس قوي في الفرن لان هو ده اللي هيعمل على سوى البطاطس جوه الفرن هي والفراخ لانهم اساسا نايا هندخلها على فرن ساخن درجة حرارة 200 رفة اوسط هنكون مولعين الفرن فوق وتحت وهتقعد في الفرن تقريبا ساعة او تلت طلعت اطعم بطاطس بالفراخ ممكن تدقيها الفراخ كأنها مشوية تحفة ده الشكل النهائي للوصفة ريحتها وهم هيفوتكم كتير قوي لو ما جردتوهاش هستنى لايقاتكم وتعليقاتكم عملي شير لصحابك ولحبيبك ولعلتك ولو حبة تبقى معايا وقت اكتر اشتركي في القناة وفعالي الجرس علشان يوصلك اشعار بكل وصفاتي وفيديوهاتي الجديدة اشوفك على خير الفيديو الجاي باي باي